اهلا بكم اعزائي متابعي قناة دروس ببلاش معكم مستر واجد نبيل وفيديو جديد من الفيديوهات الخاصة بكيفية كتابة الفقر الانشائية او how to write a paragraph براجراف النهاردة عن a day i spent on the beach في اول تعليق اصف الفيديو هتلاقي رابط هتضغط عليها وصالك لقيمة التشغيل او بليليست بعنوان important paragraphs كل البراجراف لا يتعدى مدته حوالي خمس ايه خمس دقائية مبدئيا كده التنس اللي يكون فيه هذا البراجراف هو او زمن الماضي البسيط ممكن نتكلم ونكتب ايه عن هذا البراجراف الجميل طبعا احنا في كل البراجراف حبيبي احنا بنبدأ نسيب او حتة صغيرة كده في بداية الكلام وبعد كده عايزين ننسق الكلمات وعايزين ننسق الجمل وطبعا هنا جمل بسيطة قصيرة بألوان مختلفة بمعاني مختلفة نبدأ ونقول هنا طبعا طالما هنا في البراجراف في زمن الماضي البسيط عندي هنا طبعا جملة جديدة احنا كده انت هنا من جملة بعد كده تبدأ بجملة جديدة خلي بالك عندك هنا وعندنا هنا ونت ماضي وهنا ذهبنا بواسطة القطر على اعتبار انك انت هنا في القاهرة كان يوما حارا عشان كده قررنا ان احنا نقضي هذا اليوم على الاي الشاطئ غادرنا القاهرة مبكرا علشان انت توصل يدوبك هناك على بالكتير او الساعة تسعة على اعتبار ان المسافة من القاهرة الى الاسكندرية تقريبا حوالي ساعتين ونص بعد كده وصلنا الى القاهرة في تقريبا الساعة التسعة صباحا وبعد كده جملة جديدة ممكن تكتب واضح هنا لكنها اعتبار الشاطئ دايما جميل فبحط في البرزن سيمبل هنا بعد كده جملة جديدة سبحنا في البحر تناولنا وجبة الغداء على ايه على الشاطئ وبعد كده ممكن تقول اكلت ايه او تناولت ايه او تناولت ايه تناولنا لو في جبة الغداء يعني او ممكن تبرضو تغير الوجبة او الاكلات او الحاجات اللي انت اكلتها بعد كده خليبا كلها في البس سيمبل يعني برضو اخدنا النظرات الشمسية بتاعتنا والهاتس والالطاق يعني ايضا ايضا برضو التقطنا صور كثيرة وصور ايه سالفي بعد كده هنا ارجع للمية تاني يعني ترتشنا كده المية على بعض واستمتعنا بامواق البحر بعد كده بعد يعني الساعة السادسة يعني بيقولك بعد الساعة ستة هنا ذهبنا الى غرفة التغيير الملابس واخدنا اه دوش كده يعني وغيرنا بلابسنا ليه اللي هو المسؤولين على الشاطئ هناك او الحراس يعني او المسؤولين على الشاطئ ده لم يسمحوا لنا to be on the beach على الشاطئ after sunset بعد ايه بعد ايه الغروب بعد كده هنا we took the train in the evening and came back to Cairo يعني اخدنا او استقلنا القطار in the evening في المساء and we came back to Cairo وعدنا الى القاهرة طبعا ملاحظين حبيبي جومة البسيطة سهلة طبعا بتستخدم على اعتبار ان هو حاجة انتهت التقي بكم في فيديو الاخر ان شاء الله عايزكم تكتب لي في الكومنت ايه هي موضوعات او البراغرافز اللي احنا ممكن نكتب عنها thank you